السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم بجديد في قناتنا في هذا الفيديو اسرائيل غالبة جدا من الجزائر وتتهمها بكل الاتهامات من الكراهية الى انها تسيطر على افريقيا فما هو الموضوع؟ بل من انتقلوا التفاصيل هذا الموضوع خوتي اخوتيتي ما تنسوش ارجوكم تدعمونا بالضغط على زل اعجاب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هذا رح يتعمل بزاف وشكرا جزيلا لكم كما تعرفوا خوتي انا اتابع الصحف قادة بن عمار لان وجهة نظره جيدة وانا وافقه الرأي في معظم ما يقوله ومؤخرا تحدث عن حادثة الطرد ممثلة كين صهيوني من الاتحاد الافريقي او من قيمة الاتحاد الافريقي وكانت هناك الكثير من ردود الافعال واسرائيل طبعا لم تسكت حول هذا الموضوع اولا خلونا نبدأ والموضوع من الاول ثم سنتقل الى ردود الافعال اولا كما على بلكم الجزائر تطرد وفد الكين صهيوني من قاعة قمة الاتحاد الافريقي وكما راكم تشوفوا هنا هذه هي ممثلة الكين الصهيوني وقام رجال الامن بطردها هي والوفدة التحى من قمة الاتحاد الافريقي لانها دخلت خلصة وهي الان تحاول الاحتجاج على الموضوع الى انهم رفضوا احتجاجها وقالت هذه الصحيفة العبرية تسمى I-24 News in Arabic طردت نائبة شؤون الافريقية في هزارة الخارجية الاسرائيلية شارون بارلي من قمة الاتحاد الافريقي في أديسة بابا رغم امتلاكها التصريح المطلوب وشارة الدخول وبحسب واينت اثار هذا الحدث الدبلوماسي غاضبا اسرائيليا ما دفع الاسرائيل الى ممارسة ضغوطات على المنظمة لاعادتها للمشاركة في اعمال القمة بعد طردها من هناك بضغط من جنوب افريقيا ومن الجزائر كما تشاهد عزائي المشاهدين في الحقيقة الجزائر هي السبب الرئيسي لطرد اسرائيل من القمة الافريقية وجنوب افريقيا كانت عامل ايضا هذه الصحيفة كما لاباكم هي صحيفة صهيونية كما قلت لكم خلونا نتابع وجقال الصحف قدر بن عمار هناك من سيصفق على قرار طرد اسرائيل من قمة الاتحاد الافريقي ويعتبره انجازا لصالح القضية الفلسطينية وبكل تواضح لكن هناك من سيتكالب اكثر وسيشعر بالحرج وعليه سيهاجمون الجزائر وما وقفها اكثر فاكثر اننا هنا بصدد مرحلة جديدة ومهمة مرحلة الفرز مع الحق وضده وحقا وكأنه تنبأ بالموضوع عزائي المشاهدين كان هناك تكالب على الجزائر ليست من اسرائيل فقط ستشاهدون هذا الموضوع عندما نتقدم اكثر في الاخبار ايضا صحيفة اي 24 العبرية وقال قد ابن عمر الاتي عندما ينعاتك كيان غاضب يقوم على ممارسة الابادة واحتلال الاوطان بالتطرف فاعلم انك في الطريق الصحيح تهمت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال لكل من الجزائر وجنوب افريقيا وهي وسام شرف وليست الجزائر من تريد اختطاف الاتحاد الافريقي بل هي تريد تحريره كما تشاهدون معي اعزائي المشاهدين كانت هناك اتهامات من اسرائيل بان الجزائر تنشر الكراهية وهذا حقا مفاجئ انظروا من الذي يتحدث ايضا قال قد ابن عبار ما حدث في قمة الاتحاد الافريقي عملية دبلوماسية ناجحة تحسب لبلدي الجزائر وجنوب افريقيا ورغم انني لست من مستعملي وصف حفل افريقي الى انني المح لدى المطردين وجود مأتم حقيقي وهذا حقيق عزيزي المشاهدين تخيلوا لو تم طردكم بطريقة مهينة امام الدول كل الدول الاتحاد الافريقي وليست فقط دول الاتحاد الافريقي وانما الدول المراقبة ايضا مثل الدول الاوروبية وامريكية والجنازة والمناحة يتكفل بها دباب المخزن ونخبته ستعلموا لماذا يتحدث هنا عن دباب المخزن ايضا قال المفروض المفوض الاوروبي للخارجية جوزيب بوريل يصدم المغرب في يوم صدمت فيه حليفته اسرائيل في الاتحاد الافريقي في نفس اليوم تخيلوا لماذا عزيزي المشاهدين بوريل قال لا وجود لدليل واحد على تعاون البوليزاريو مع جماعة ارهابية اما عن توزيع المساعدات للاجئين الصحراويين فهي منظمة ولا وجود لأي تحويل ضربتان في الرأس المغربي توجع باختصار عزيزي المشاهدين المغرب كانت تريد طرد البوليزاريو من القمة الافريقية وكانت هناك كثير من الاخبار تدور في المغرب تقول انه سيتم طرد البوليزاريو والصحراء الغربية من قمة الاتحاد الافريقي بضغط من المغرب الى ان المغرب تفاجأ بطرد شاركه في الحياة اسرائيل تخيلوا معي عزيزي المشاهدين دعونا نشاهد المزيد قال ايضا قادة بن عمار خارجية الاحتلال الصهيوني تصف الجزائر بالدولة المتطرفة التي تنشر الكراهية هذا على اساس ان الكيان المسمى اسرائيل كيان معتدل ينشر المحبة تاريخكم يفضحكم وحقا اذا امشاهدين تخيلوا من يقوم برمي السواريخ على الاطفال ويقتل الابرياء في فلسطين يقول على الجزائر دولة متطرفة ايضا قال صحفي قادة بن عمار العامل المعاكس يعرض خدماته على السعوديين هذا الغبي وكنيته دعونا نقرأ اولا ما الذي قاله الدكتور فيصل القاسم بعد ان وجه له نداء لتحقيق حلمه تركي الى الشيخ يعفر على الطفل السوري وهذا ما قام به فيديو هذا خاطئ ما شو الموضوع تعنا دعونا نتابع بخصوص طرد اسرائيل ايضا قال صحفي تحالف هادئ ولتائج مؤكدة الجزائر وجنوب افريقيا الاتحاد الافريقي وحقا تمكن هذين البلدين من طرد اسرائيل من قمة الاتحاد الافريقي ايضا قال الصحفي الات كمال خالف اسرائيل ستحاول النيلة من الجزائر انتقاما للإهانة الدولية وحقا إهانة دولية كبيرة والمدوية التي وجهتها قلعة وطنية والعروبة للجزائر لدولة الاحتلال بطرد وفدها جرا إلى الخارج اذا شاهدتم الفيديو عزائي المشاهدين حقا رجال الام كانوا يمسكون بممثلة الكيين الصهيوني ويجرونها إلى الخارج جرا إلى خارجي قاعة قمة الاتحاد الافريقي يا اخي يد الجزائر اذا صفعت ثقيلة دافعوا عن الجزائر برموش العيون ايها العرب والمسلمون والاحرار وحقا هذا رأيي ايضا والان سنتحدث عن دخل المخزن في هذا الموضوع قال الصحفي قد ابن عمر الات بعدما تم طرد بنجاح الوفد الاسرائيلي من قمة الاتحاد الافريقي انقسم المخزنية وذبابهم إلى في ردة الفعل بعضهم كشف عورته ودافع عن المطرودين وفريق آخر فضل الصمت في القبور اما الفريق الثالث ففر للتعليق على كل شيء ما عاد الحدث من اخبار الطاقس إلى نتيجة مبارية ريال مادريد واذا لاحظتم هذا حقا خبر كبير زي المشاهدين ان تطرد دولة والعالم كله سمع بهذا الموضوع وليست افريقيا فقط وفي الاخير اتهامات ضد الجزائر كانت باطلة لانه قال ممثلوه الكيين الصهيوني ان الكيين الصهيوني اتى ببطاقة الدخول بطاقة الدخول إلى القمة الافريقية الى انهم كانوا مخطئين وقال موفد قناة IG Arabic إلى القمة الافريقية في اديسابابا عبدالقادر عراضة قال بان سفقة المراقبة التي تطلبها اسرائيل لم يتم دراستها بعد والملف ما زال معلقا وهذا يعني ان العمل سيظل مستمرا لابطال السفقة النهائية ونسفي الطلب والاهم ان هذا الكيين فشل في التسلل امس وتم طرده بنجاح كما قلنا لكم اشتكى الكيين الصهيوني من انه كان لديه بطاقة الدخول الى انه تبين ان تلك البطاقة كانت مزيفة وتم الغاؤها فمعنكم اخواتي اخواتي في هذا الموضوع ارجوكم اخبرون رأيكم في التعليقات اخواني واخواتي اذا كل ما لدينا في هذا الفيديو لا تنسوا ارجوكم الضغط على زي الاعجاب والاشتراك في القناة وسنلتقي مع اخبار ومواضع اخرى الى اللقاء